غدا فتحوا معبر رفح البري لمدة ثلاثة أيام لعبور العالقي الأهرامات تحتضن فعاليات سحب قرعة البطولة العربية لكرة القدم ووزير قطاع العمل العام يتفقد ميناء الإسكندرية لمتابعة المشروعات الجديدة نشرة أخبار التاسعة مساء من أون لايف أهلا بحضراتكم وأهلا بك تور أهلا بك نوها أهلا بكم مشاهدين الكرام هذه النشرة نشرتنا المفصلة قررت سلطات المصرية فتح معبر رفح البري لثلاثة أيام أتبار من الغدو حتى الاثنين المقبل باتجاه واحد لعبور الفلسطينيين العالقين في إطار توجيهة الرئيس السيسي لتخفيف المعاناة التي يعيشها المواطنون في غزة نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية بشأن اختطاف اثنين من قوات الأمنة في شمال سيناء وأكدت الداخلية على عدم صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلة كما ناشدت الداخلية خلال بيان لها تحريت دقة عبر ما يتم بثه من أخبار في وسائل الإعلام المختلفة إعلاء لمصلحة الوطن حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المواقع يترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين لاثنين المقبل حيث من المقرر أن يتم تناول الاجتماع لمتابعة تنفيذ توصيات مؤتمر الشباب الدوري الأخير بمحافظة الإسماعيلية كما يناقش الاجتماع منحة رخيص المؤقتة لمشروعات الشباب وتجميل الميادين أشهد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كريس جاربس بالتوسع الجغرافي في برنامج تكافل وكرامة الذي تتبنه وزارة تضامن الاجتماعي وخلال لقاء بعثة صندوق النقد الدولي مع وزيرة تضامن غادا والي أكد رئيس البعثة أن البرنامج يعتبر من أهم برامج الشمول المالي للمرأة التي تمثل 92% من المستفيدين ومن جانبها استعرضت وزيرة تضامن برامج التغذية المدرسية والإقراض متناهي الصغر ومقترح تطوير الحضانات لاستيعاب الأطفال في مرحلة ما قبل الدراسة بما يتيح للمرأة الفرصة للانضمام لسوق العمل أكدت وزارة الاستثمار وتعاون دولي أنها ستنسق مع باقي الوزارات أثناء وضع لائحة التنفيذية لقانون الاستثمار وقالت الوزيرة صحر نصر أنها ستعرض لائحة على اللجنة الاقتصادية لمجلس نواب بأخذ رأيها فيما يتعلق باللائحة موضحة أن الوزارة تضع في أولوياتها أن تتضمن جميع المواد التي تلبي احتياجات المستثمرين وتعمل على إزالة أي معوقات تواجههم وأكدت الوزيرة أن الهدف من إنشاء مركز خدمة للمستثمرين في قانون الاستثمار الجديد هو القضاء على البيروقراطية وكان مجلس نواب قد وافق على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه وأرجع الموافقة النهائية عليه لجلسة الأحد المقبل هذا وقد تمت الموافقة على مجموع القانون بعد إقرار أربع مواد خلافية كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة ورفض مجلس نواب طلب الحكومة للعودة للعمل بنص المادة التي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوم حيث تمسك الأعضاء بأن يكون الوزير المختص بشؤون الاستثمار هو المعنى بإصدار اللائحة للمديد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف النائب نبيل الجمل وكيل اللجنة الشرعية بمجلس النواب أهلا بك معنا سيادة النائب وبداية ما أهم ما يميز هذا القانون وأهم ما يؤخذ عليه من وجهة نظرك سيادة النائب تسمعني إذن انقطع الاتصال بسيادة أن لا نائب نبيل الجمل وكيل اللجنة الشرعية بمجلس النواب وسنحاول إتمام هذا الاتصال إذا أمكننا ذلك ونزل في نفس السياق لكن من زاوية أخرى فخلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس نواب كدى وزير التجارة والصناعة طارق قبيل أهمية وصول نسبة المكون المحلي للصناعات المصرية إلى 40% فتن لأن تلك النسبة من الممكن أن تختلف من منتج إلى آخر وذلك في طار مناقشة تعديل إحدى مواد قانون الصناعة التي تستهدف زيادة نسبة المكونات المصرية ضمن تكلفة الإنتاج المباشر أوضح قابل أن تفعيل المادة المعدلة تستبقه فترة تمهيدية حتى توفق الصناعات أوضعها على أن يكون تعميق المكون المحلي هدف كل صانع بدلا من ترشيد الاستيراد من جنبه قال النائب أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة أن القانون يعتمد على مساهمة المصانع المصرية والمشروعات الصغيرة بـ 18.5% من الناتج المحلي ذلك فضلا عن دعم تحول الصناعة التجميعية إلى المتكاملة لتوفير منتج محلي مشاهدية الكرام ينضم إلي عبر الهاتف المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب شمونس أهلا بك يعني أهم المواد التي جرى مناقشتها وتعديلها في قانون الصناعة وهل ذلك يتوافق مع متطلبات المرحلة من وجهة نظرك ووجهة نظر النواب كذلك 23 من قانون الصناعة رقم 21 من سنة 58 كانت بتقول أنه يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج تجاوز التكاليف إنتاجه عن 25% من سعر بيعه عن طريق التصنيع لما تيجي حابتك تشوف الأسس اللي كانت بتحسب عليها سنة 88 وقتما صدر القانون المادة دي الأسس كلها أسس محاسبية الأسس المحاسبية يعني أجور عمال إهلاك تكاليف تمويلية إعلان دعاية تعبئة تغليف إلى آخره بمعنى أن حابتك تجيب منتج من الخارج مفكت إلى 3 أو 4 قطع وتجمعه هنا ويصبح منتج مصري النهاردة سنة 2017 ما عادش من المحقول أن أنا أتكون يعني بلد فيها كاملة سماعة سبه تجميعية أنا مش بتكلم ومش بهمم ومش بتكلم على كل الصبعات ولكن النهاردة كل الدول بتستفيد من إمكانياتها والمكونات الفحلية فيها على شام تقدر تواجه أنت النهاردة في 2016 في شهر 11 حدث موضوع التعويم أنت النهاردة مؤتمد على سعر أسعار صرف الثلاث حاجات أو الثلاث مكونات اللي أنت كنت تستورتهم من الخارج عشان تدخلهم مصخلات إنتاج أو أكتر كلهم مؤتمدين على الاستراض فالقيمة المضافة المحلية مش كافية وده بيعتبر أحد أنواع التوسع الأفقي في الرأس يعني أسف فيه في الصماعة أن أنا أعتمد على مكون محلي داخلي أقدر أساهم فيه بنسبة في الناتج القوامي تتعدى الثمانتاشر اللي نستهدف فيها دي بعد ما عيد أوصلها لـ 25% من الناتج القوامي أنا كل ما أقدر تحضر مجموانس أحمد خليني أيضا أسألك هل نحن مؤهلون ولا لا لأنه لدينا يعني حتى لو لدينا فرصة حتى لتصدير لدينا فرصة لتصنيع قمنا بعدد من الأمور التي كانت بتعتمد على التجميع وكان فيها نسبة مكون محلي بدأت صناعة السيارات بهذا لكن مع الزمن تغير يعني أصبحت المكون المحلي بيقل فترة بعد أخرى هل نحن مؤهلون ولا لابد أن نردع قواعدنا الصناعية الأول نحن مؤهلون لجميع السماعات لأ عشان كده كانت فيه يعني أعتقد أنه يكون فيه نسبة أو يعني فيه فيه وقت شيء فترة سماح لبقية الصناعات إنها أنه كانت لو حتتكلم على جميع الصناعات واجهة عام نحن كان يهمنا أنه نسمع رأي الأدوية في الساد في اجتماع الأمس في معنى لأ هم يعني بعضهم متجاوز النسبة كبيرة نحن مؤهلين لأ أنت النهاردة لو تحطيت تحت الظروف اللي احنا فيها النهاردة من ضعف الموارد أو ضعف على العملة الأجنبية أو 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 لأ لمؤهلين حضرتك أنه نفتح صناعات طغيرة كثير وصناعات تكاملية تحت الظروف الصناعة دي مسؤولية مين؟ القطاع الخاص ولا مين؟ المفروض أنه بتحط سياسة السياسة كلها لحكومة بعد ذلك دا بيتطاعها بالقطاع الخاص إنما النهاردة ما ينفعش النهاردة إن أنا أقول أن القطاع الخاص هو واحد أما مش هيعزف منفرد أن القطاع الخاص والحكومة مش هتعزف منفرد هي مسؤولية الكل المسؤولية النهاردة في تشريعات تطلع تيسر الكلام ده تشريعات من تختص بالجمارك تشريعات تختص بتسهيل سنعات الصغيرة والمتوسطة لحصول على تمويل لها تشريعات تختص باصطناع نفسها مجموعة متكاملة بتنفذها الحكومة وبتشرف عليها الحكومة وبينفذها القطاع الخاص فمجموعة من مجموعة عملتها يكون عندنا رؤية للمستقبل أن الظهاردة بعد 4-5 سنين ما كاني فين؟ هقدر نفس ولا لأ؟ ما أنا مش هيمفع أن أنا يكون عندي آلة من الخارج وعندي مواد خام بجبها من الخارج وأقول أن أنا هنافذ الخارج هتنفسه إزاي فأنا؟ طب أليس هناك اتجاه أن نمنع تصدير المواد الخام لأنها تحدثت عن قيمة المضافة احنا بنخسر كل قيمتنا المضافة في قطاعات كثيرة نتكلم على منع تصدير ثرواتك الطبيعية يعني أنا مؤيد حضرتك تماما منع تصدير ثرواتنا الطبيعية للخارج ثرواتنا التعدينية بالذات بدون قيمة مضافة ما صدرش أنا خامة الموجودة عندي في سبطن الأرض ترجع لي تاني لأخذ احنا برضو بنعدل لهم التشريعات ولكن ليس من المقبول سنة 2017 أن أنا أكون بتكلم على مادة زي دي من ونوص صناعة اللي معمول سنة 58 ممكن وقتها كان مقبول سنة 58 النهاردة لأ لازم أعتمد على نفسي واعتمد على مواردي واعتمد على الموجود في البلد في ناس مش هتقدر كده في الأول بل تكلمنا فيه مبارك وده اللي احنا لسه هندرسه في اجتماعات اللجنة القادمة يوم الحد ويوم الاتنين اللي جايين إن شاء الله لأن مش ما بنتغيرش القانون علشان نضر حد أو نقف المصنع حد ولكن احنا بنضور النهاردة على سيدة الصالح العام للبلد طيب أود أن أتطرق أيضا لمسألة تشجيع الصناعات المحلية سواء من خلال إعفاء أو زي ما عملنا في الاستثمار لكن هناك أيضا مصانع زي ما حضرتك قلت أغلقت بالمناسبة وبالتالي علينا مرة أخرى أن ندعم صناعتنا الوطنية قبل أن أفكر فيه زيادة المكون المحلي وهي من الصناعة الوطنية هل هناك إجراءات مزمعة لدعم صناعتنا الوطنية في مختلف القطعات؟ بص الله هذاك والسؤال ده المفروض يتوجه للحكومة يعني أنا النهاردة بالنسباني لما بيبقى عندي مساكل تشريعية بتضعف من موقف الصناعة أنا 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 بأ أيو أنتو بترقبوا على الحكومة يا سيد النائب يعني طبعا أنتو هكمل لحظتك طبعا أنتو هكمل لحظتك ولكن المفروض النهاردة لما تبرز عندي مشكلة من المشاكل دي أنا بأوكهها للحكومة وبأقول لكم تعالي النهاردة في ناس كان الأول كان أو كان يجيب النهاردة قبل ما حاذبك بتقول أن أنا أركز على اللي موجود وأرفع جودة الصناعة الأول أرفع القدرة التنافسية لكل مصنم ما يبقاش أنك أنت بسهولة ممكن النهاردة أنه هو لو دخل سوق ما أنك أنت بكل سهولة ده تضعهم السوق ده بتنافس بسيط ما بينك مضينه في جودة أو في ساعة فأنا كان لازم أنه أكون مجهزه للمنافسة الحقيقية مجهزه الجودة مجهزه الجودة بمواصفات منظومة متكملة أنا مش هقول لك إنها مجهزة موجودة هي موجودة ومفاعلة ولكن غير مفاعلة بالقدر الكاف تمام شكرا جزيلا لك سيد النائب مهنة أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة في مجلس النوارد تجرى بصفح الأهرامات فعاليات سحب قرعة البطولة العربية لكرة القدم برعاية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد وبحضور عدد من رؤساء الأندية الاثنينة عشر المشاركة في هذه البطولة إذن مشاهدين للمزيد من التفاصيل معنا مرسلة أون لايف من سفح الأهرامات جيرمين إبراهيم أهلا بكي جيرمين ويعني الصورة والمشهد بالتأكيد فيه الكثير من التفاصيل في هذا الحدث الكروي المهم أطلعين على ما لديك من معلومات ومجريات للأمور لديك فعل نتابع معكم من تحت صفحة الأهرامات الحفل والقرعة التي بدأت منذ قليل الخاصة بسحب قرعة البطولة العربية هذه البطولة التي تجرى في مصر في الثاني والعشرين من يوليو وحتى الخامس من أغسطس القادم ما بين الاستعادات الخاصة بمدينة الأسكندرية والقاهرة وتقام بعد عودة مرة أخرى بعد امتطاع لمدة خمس سنوات وتقام مرة أخرى في مصر هذه البطولة التي يشارك فيها 12 نادي ممثلين لدول عربية وبالطبع مصر يشارك من مصر نادي الأهلي والزمالك ومن الأندية المختلفة أو الدول المختلفة نادي النصر السعودي وأيضا نادي الهلال السعودي هذه الأندية التي تشارك في هذه القرعة التي ستصحب لتقوم بتقسمهم لثلاث مجموعات كل مجموعة سيتأهل منها صاحب المركز الأول وأفضل ثاني ثم سيقومون بلعب مبرايات لتأهل للمبراه النهائية نصف النهائية في البداية والنهائية التي ستقام في السادس من أغسطس الحقيقة كان هناك حضور واسع لممثلين الأندية المختلفة العربية بالإضافة للمهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وأيضا رئيس الاتحاد الأفريقي والعربي يعني أيضا من منتظر هذه البطولة أن تقام بحضور الجماهيري بعد مدة القطاع الجماهير عن حضور الملاعب يجدها الجميع فرصة لعودة الجماهير مرة أخرى وأيضا لوجود منافسة وتقريب واقتراب بين العلاقات والدول العربية المختلفة هناك أيضا يعني في هذا الحفل عدد من الاستعراضات التي استقدم لفرق عربية ثم ستأتي سحب القرعة التي ستقام بعد قليل يعني بعد بداية الحفل منذ لحظات أعود لك مرة أخر في بستوديو نعم أشكرك شكرا جزيلا ونتابع معك على أون سبورت على الهواء مباشرة يعني فعاليات هذا الحدث الكروي وبالتفاصيل هنا في أون لايف نتابع بالتأكيد أجزاء حتى من هذا الحفل المتعلق بصحب قرعة البطولة العربية لكرة القدم في صفح الأهرامات برعاية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم الأمير تركي بن خالد وبحضور عدد من رؤساء الأندية المشاركة في هذه البطولة لحظة بلحظة نتابع على شاشة أون لايف جزءا من هذه الفعالية من الأهرامات يعني لو نتكلم عن الآمال والطموحات الإيجابية أكيد المعقودة على هذه البطولة لربما لن ننتهي من الكلام سيف أعتقد كمان الاتحاد العربي بيوجه رسائل كثيرة قروية سياسية ليس بس للدول العربية للدول الأفريقية لتغيير الخريطة أعتقد أنه هو إيفان كبير وحدث عظيم جدا صحيح عودته بعد انقطاع خمس سنوات أكيد سيكون شيء جميل للكل سيستمتع به لن نطيل الحديث عليكم دعوني أرحب بالمهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم المستضيف لهذه البطولة ليلقاء كلمته بهذه المناسبة فليتفضل مشكورة بسم الله الرحمن الرحيم الأخ الفاضل مع الوزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز صاحب سمو الأمير تركي من خالد من فيصل أل سعود رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السيد الصديق السيد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أصحاب السعادة عضاء المكتب التنفيذي لاتحاد العربي لكرة القدم أصحاب السعادة عضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الافريقي لكرة القدم ورؤساء الاتحادات الافريقية لكرة القدم السادة رؤساء الاتحادات الأسلوية السادة الرؤساء الأندية المحترمين السيدات والسادة ديوف مصر الكرام من زفح أهرامات مصر الشامقة عبر التاريخ أرحب بكم في بلدكم الثاني مصر حاضنة الحضارات عبر الأزمان وقلب العروب النابط كما يشهد التاريخ أرحب بكم جميعا وأحيكم تحية عربية أصيلة يعبر عنها دائما شعب مصر بكل الود والمحبة وقد استقر فيه وجدانية أن العروبة هي امتداده التاريخي وبعده الاستراتيجي وما يؤكد عليه دوما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بكل إصرار وجلد وعزيم صاحب السمو أصحاب السعادة السيدات والسادة نلتقي اليوم في موعد مع التاريخ نكتب فيه بمداد الأخوة والمحبة سطرا جديدا في صفحة البطولات العربية ونبتغي من ورائه رسم البهجة على وجوه أطفالنا حاملين رسالتنا إليهم أن العروبة هي البسمة على الوجوه وهي الأمل في العيون وهي عبارات الحب على كل شفاء إن بطولة الأندية العربية التي تشهد نهايتها مشاركة شباب عشر دول عربية من مشرقها إلى مغربها أن الأوان أن تكون هذه البطولة حلقة أساسية في سلسلة بطولتنا المحلية والقارية والدولية وأن تكون هذه البطولة رسالة العرب إلى العالم أجمع بأننا أمة تؤمن قولا وعملا برسالة السلام والمحبة وأن يكون لقاؤنا اليوم وغدا دعوة للتقارب لا سببا للتباعد بين الأشقاء السيدات والسادة إننا اليوم تترقبنا العيون انتظارا لقرأة البطولة وغدا بإذن الله ستلتف حولنا قلوب كل المصريين العاشقين لقرة القدم لتعرب عن سعادتها وفخرها بعودة البطولات العربية من الملاعب المصرية تحمل إليكم كل العون والمودة وتدعو لكم بالنجاح ودوام اللقاء في بلدكم الثاني والسلام عليكم ورحمة الله شكرا 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 موسيقى 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 المترجم للقناة 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 والمترجم للقناة اشتركوا في القناة 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 وتم تصميمها وتنفيذها من قبل دار من ارقى دور التصميم في العالم اسبري لندن ومن سيحفر بهذه الكأس سيف سيحصل على تحفة فنية في خزائنه والجميل ان استغرق 319 ساعة عمل لانجاز التحفة التي سيصفر بها الفائز بس هو الاندية تهمها المكاسب المالية ولا الكاس والمكاسب المالية والله هي يهمها الاثنين الكاس للذكرة والتاريخ والجواز المالية يعني لإفراح القلوب المشاركين اللاعبين اعتقد كمان يعني افنت قوي زي البطولة العربية اعتقد جواز مالية ضخمة جدا واعتقد ان تنظيم اكثر من رائع نقل بس مختلف بشكل كبير ولازم كمان يكون الكاس مختلف اكيد طبعا دعونا نشوف تفاصيل اكثر عن هذه الكاس المميزة في الفيديو القادم اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة